اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خاصته الذين في العالم وسلم زفسه للموت فداء عنا الذي تملك علينا هذا الذي كنا سنة واحدة تبتبت كروتوناش ده كل كلمة في القداس لها معنى جامد اول هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين بسبب خطايانا نزل الى الجحيم من قبل الصليب نرجع تاني هذا الذي احب خاصته الذين في العالم وسلم زاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين بسبب خطايانا او من جهة خطايانا نزل الى الجحيم من قبل الصليب كل حتة كل كلمة فدول عقيدة كل كلمة فدول عقيدة ايه سبب الفداء وايه سبب الخلاص وايه سبب ان المسيح يشيل الصليب خطيئة الانساء بس في حاجة اعظم هذا الذي احب خاصته الذين في العالم انجيل يحنى بيقول ايه هحبهم الى المنتهى بيزاود الحتة يقول احبهم الى المنتهى بالزبط في يوحنى ثلاثة ستاشة احبهم الى المنتهى احب خاصته الذين في العالم وبعدين الحاجة التانية وسلم ذاته فداء هو المسيح متعاقب المسيح مغضوب عليه هو الذي سلم ليه سلطان وليه سلطانا اخذها وبعدين فداء عنه سلم نفسه الى الموت ليه سلم نفسه الى الموت لانه بالموت داس الموت بالموت داس الموت فداء فداء الى الموت الذي تملك علينا يعني ايه تملك علينا صار ملكا علينا بالابط ارقوره بقى ملك مش كده بسيط جورج يرقوره تملك علينا هو الملك بتاعنا ولما هو سلم نفسه للموت اللي تملك علينا وهزم الموت بقى مين ملكنا المسيح نفسه هذا الذي كنا ممسكين به ليه ممسكين به لان احنا عملنا الخطيئة واشوكة الموت هي الخطيئة والموت دخل بسبب الخطيئة والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس عملت في ايه يا رب يسوع هدمته في الاخر هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين بسبب خطيئة نزل الى الجحيم من قبل الصليب ده وضح ان الليتورجية عملة فرشة كبيرة اوي الموضوع نزل الى الجحيم من قبل الصليب تعال نشوف كده الموضوع ايه اللي حصل في موت ربنا يسوع على الصليب موت المسيح هو انفصال الجسد الانساني عن الروح الانسانية ومش معناه انفصال اللهوت عن النسوت هل المسيح فيه روح انسانية ولا لا النسوت النسوت يساوي جسد انساني وروح انسانية غير غير اللهوت احد المبتدعين في الكنيسة قال ان الروح القدس او اللهوت حل مكان الروح الانسانية ابوليناريوس فترد عليه بالجملة اللي كحفظها لنا يا سيد جورج ما لم يؤخذ لم يخلص ما لم يؤخذ لم يخلص طيب عندنا شواهد على الكلام ده عندنا في الاسمة السوريانية اللي بتتقال في الكنيسة بيقول وانفصلت نفسه عن جسده ازلهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسد تشبيه جميل اوي شفته لو خدت حتة ورقة مبلتها بالماء وطلعتها وفصلت وقطعت الورقة اللي هو النفس عن الجسد او الروح عن الجسد فصلته الاتنين فيهم والاتنين متحدين بايه باللهوت وبعدين بيقول في الاسم السوريانية واتت نفسه واتحدت بجسده يعني ايه اللي حصل في لحظة الايامة اتت نفسه واتحدت بجسده طب هو ايه ليه اصلا انفصلت الروح عن الجسد عشان ينزل الجحيم موضع انتظار الارواح التي عصت قديمة الجسد للايامة في الروح الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن ازعصت قديما حين كانت انات الله تنتظر مرة في ايام نوح از از الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن الان اي المعمودية لا ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله از قد مضى الى السماء وملائكة وصلاتين وقوات مخضعة له نطلع من الشاهد بيقول اي الذي فيه ايضا في الروح لكن محي في الروح الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن ازعصت قديم تعالوا نتفق على حاجة الموجودين في الجحيم ابرار في الجحيم ابرار مين شايف ان فيهم ناس ابرار وناس لا انا بس الابل المسيح في ناس في الجحيم ابرار يعني ابراهيم وادم طيب معلمنا بولس الرسول في رسالة روميا بيقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع زاغوا فسدوا ما فيش حد بار لو في حد بار ويبقى المسيح مات بلا سبب ده كلام بولس الرسول مش كلام لو في بر بدون دم المسيح يبقى المسيح مات بلا سبب طب وفي احنا حاسين دول كويسين طب ازاي كل اعمال الانسان قبل الصليب قبل الصليب وقبل الايامة كخرقة الطامث كل اعمال الانسان كخرقة الطامث بالايامة وبالصليب وبالمعمودية واخدت الاسرار بقيت اعماله اعمال المسيح المسيح هو اللي بيعمل هو اللي بيشتغل في ساعتها يارو الناس اعملكم الصلاحة فيما جدوا باقيكم اللازي في السماوات لكن قبل كده معلمنا لقف صح 17 بيقول ايه ان عملتم كل البر فقولوا يعني ما بنشتغلش يعني لو واحد كل البر طب البر اللي على اساسه المسيح امتشى الناس من احيما وبر ايه الايمان امن ابراهيم بالله فحسب له بر ايه اللي اتحسب لابراهيم قال اعماله الصالحة لا كخرقة الطارس ايه بقى اللي كان مؤمن بي ايمان ان الله هيجي يخلص يبقى على هذا الاساس لما كرز المسيح في الجحيم فيه ناس امنت وفيه ناس رقدت اصلا على رجاء القيام وفيه ناس احبت الظلم اكثر من النور مش معلمنا يوحنى بيقول كده هذه هي الدينونة ان الناس ان الظلمة اكثر من نور لان اعمالهم كان الشرير ما يستحمل فتح النور للظلم اللي هو عايش فيه لماذا ذهب الى الجحيم بيقول بقى في مضمور 107 بيقول في مضمور 107 الجلوس في الظلمة من اية 10 الاي 16 الجلوس في الظلمة وظلال الموت موفقين بالزل والحديد لانهم عصوا كلام الله واهانوا مشورة العلي فازل قلوبهم بتعب عثروا ولا معين ثم صرخوا الى الرب في ديقهم فخلصهم من شدائدهم اخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم فليحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني ادم لانه كسر مصريع نحاس وقطع عوارد حديد مين دول اللي اخرجهم لانهم عصوا كلام الله ابراهيم كذب ادم عصى مشهورة الله صح ولا غلطان يعقوب كذب كل دول ليهم خطية غير الفساد اللي هم عايشين فيه هم يولدين بالخطية الجدية هقولها تاني الاية دي الجلوس في الظلم وظلال الموت موسقين بالزل والحديد لانهم عصوا كلام الله واهانوا مشهورة العلي فاذل قلوبهم بتعب عثر ولا معين ثم صرخوا الى الرب في ديقهم فخلصهم من شدائدهم اخرجهم من الظلم وظلال الموت وقطع وقطع قيودهم فليحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني ادم لانه كسر مصاريع نحاس وقطع عوارد حديد الممالك العظيم وزمان يقولك تتقاس من شكل الاسوار والابواب بتاعتها باب نحاس كبير تقيل وعوارد زي ما كان الافل كده عوارد معمولة من الحديد مين يقدر على العظمة دي المسيح جي كسر هذا وإحنا ماخدينها دي في اللي ترجيه بالزبط بص الاية دي ليه ربنا برضو راح للجحيم لانه مفيش حاجة تستحيل على ربنا ربنا يقدر يخبط على قلب الانسان في اي مكان وينتشله من اي مكان خد بالك ان في الاية اللي فاتت قال فليحمد الرب على رحمته وعجائبه لبن ادم يبقى الموضوع ايه رحمة الله يا رب في امازمور 139 يا رب قد اختبرتني وعرفتني وعرفتني مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت لانه ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب عرفتوها كلها من خلفي ومن قدام حصرتني وجعلت علي يدك اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اهرب عجيبة هذه المعرفة فوق ارتفعت لا فوق ارتفعت لا استطيعها ان صعدت الى السماوات فانت هناك وان فرجت في الهوية فها امت ان اخذت جناحي الصبح وسكنت في اقاص البحر فهناك ايضا تهديني يدك وتمسكن يمينك انت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد مصمور 139 من اية 11 يعني لو رحت السماء انت هناك لو رحت الجحيم هتجي لي طب لو عملت زي يونان وخدت مركبة وراح على ترشيش هو بيقول ايضا اخذت ليه جناحي واقمت وفق اسكن في اواخر البحر فان هناك يدك تهديني ويمينك يعني انت يا رب حصار تاني هنا بيقول برضو من خلف ومن قدام حصار تاني من كل الاتجاهات ربنا يقدر ينتش الانسان في كل الاتجاهات عشان كده ذهب للجحيم وعلشان نقطة تانية مهمة اوي معلم نابولس الرسول بيقول ان لان جميعنا سنقف امام من بر المسيح مش كلنا هنقف قدام مهمة المسيح مش ممكن واحد يقول انا ما عرف ان في خلاص ما عرف لو كنت عرف تجون ايه كنت امنت طب ديك سمعت في الجحيم حتى الجحيم لم يقو على المسيح حاجة التالتة ليه المسيح سهب للجحيم تقدر ينتصر على الشيطان في مملكته في عقر داره لو ملك هزم ملك تاني في مكانه يبقى مين الاقوى بالضبط تصوني اللي كانت بتسأل على سبا سبيا مشيت طيب سبا سبيا يعني ايه سبا سبيا يعني خد الناس دي اصرهم من يد الشيطان يعني ايه سبي استعباد خدهم بدل ما كانوا مستعبدين زي مقونا ممسكين بيه مبيعين من تحت خطاة سبا هم بقى الفردوس واعطى الناس كرامات او اعطى الناس عطايا عطاهم عطية كبيرة لهم يروح الفردوس فمزمور 16 ده رجاء الانبياء واباء العهد قديم ده الرجاء والايمان اللي هما كانوا عايشين بيه لذلك فرح قلبي وابتهج تروحي جسدي ايضا يسكن مطمئنا لانك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع طقيك يرى فسادا تعرفني سبيل الحياة امامك شبع سرور في يمينك نعم الى الابد مضمور 16 من 9 ال 11 برضو في هشع صح 13 آية 14 بيقول ايه ومن يد الهاوية افديهم من الموت اخلصهم اين اباؤك يا موت اين شوكتك يا هاوية تختفي الندام عن عيني حقولها تاني من يد الهاوية افديهم من الموت اخلصهم اين اباؤك يا موت اين شوكتك يا هاوية تختفي الندام عن عيني في كرونسوس الاولى صح 15 بيشرح الاية دي بولي ستا الرسول في المقارنة الشهيرة في كرونسوس 15 صح الايام المقارنة اللي بيشرح بيقارن مين هو الانسان الاول وايه هو الموت مين هو الانسان التاني وايه الحياة وايه يلبس عدم موت ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحنائس تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هوية كرونسوس الاولى 15 ايا 53 ل ايا 55 الاسحاح ده كله بيتقرى في قدس السبت الفرح نص الاسحاح بيتقرى في قدس السبت الفرح والنص التاني بيتقرى في قدس عيد الايام كرونسوس الاولى 15 لانه اسحاح الايام برضو عايزين نفهم ايه الموضوع من خلال الليتورجية ومن خلال الاباء فيه عزة بتتقال لقديس اساناسيوس الرسولي في الساعة الثالثة من يوم الجمعة العظيمة اللي يبقى مركز في قراءات البصخة يلاقيها بيقول لان المسيح جاء بذاته ولمحبته مات عنا لانه لم يخلقنا نحن الخطام مثل ادم ويصيرنا بشرا فقط بل لما اهلكنا انفسنا بالخطية جاء وتألم عنا واحيان بمحبته لانه قد جاء الينا كطبيب معلنا لنا ذاته لانه لم يأتي لنا كمرضى بل كموتى بهذا لم يشفينا نحن المرضى بل اقامنا نحن الاموات الذين ابتلعنا الموت ففكنا من ربطاته لهذا مات المسيح الرب عنا لكي نحي معه الى الابد لانه ان لم يكن الرب قد شارق البشرية في الامها فكيف يخلص الانسان لان الموت سقط تحت اقدام المسيح وانهزم وهو مسبي مضطرب والجحيم مع قوته رجع الى خلف لما سمع صوت الرب ينادي الانفس قائلا اخرجوا من وثاقاتكم ايها الجالسون في الظلم وظلال الموت اخرجوا من وثاقاتكم انا ابشركم بالحياة لاني انا هو المسيح ابن الله الابد قديس السنسس الرسول بيقول لنا الجحيم لما شاف المسيح عمل ايه انهزم المملكة دي انهزمت في طرح طرح يعني شرح او تفسير على الساعة التسعة من يوم الجمع العظيم موجود في القطمار وموجود في دلال الاسبوع الالية بيقول من يبشر المسبيين بالذي زاق الموت عنهم من الذي يسبق الى الفردوس فيهيئ الطريق للملك افرح اليوم ايها الابرار والاباء والانبياء والبطاركة والصدقون والانسان الاول الرأس الذي عطق في الحزن قد تجدد اليوم بالانسان الجديد الذي قتل الموت وابطل عزته وشوكته المر كسرها وقطعها الله الكلمة اكملها ومضى الى الجحيم بالنفس التي اخذها من طبيعة ادم واجعلها واحدا معه والنفوس التي كانت في السجن اصعدها معه كعظيم رحمتي والعدو الاخير الذي هو الشيطان قيده بالسلاسل فلما رآه البوابون الاشرار والقوات الكائنة في الظلم هربوا ولم يطيقوا الثبوت لانهم عرفوا قوته وكثرت جبروته فكسر الابواب النحاس بسلطانه والمتاريس الحديد سحقها اما المسبيون ازراء الرب يسوع مخلص نفوسهم صرخوا بصوت عظيم قائلين حسنا جئت ايها المنقذ عبيده ثم امسك اولا بيد ادم فاكتذبه واصعده وبنيه معه وادخلهم الى الفردوس مسكن الفرح والرح تب يحكي لنا الطرح ده ايه ايه الموضوع ايه موضوع نزول الى الجحيم ايه اللي حصل بعد موت المسيح اللي عايز اقول لكم برضو ان ده الحدث الرئيسي اللي كنيسة بتركز عليه ليه ايه هي المعجزة الحقيقة ان المسيح يموت ولا المسيح يقوم معلمنا بطرس معلمنا بطرس معلمنا بطرس الرسول صح ثلاثة في اعمال الرسل بيقول ورئيس الحياة قتلتمو ورئيس الحياة يبقى الاصعب ايه يموت من هو متحد بالحياة يموت ازاي مين بقى المعجزة التانية بقى مين اللي صعب على انه يقوم انا اللي ميت في الخطيئة الانسان الناس اللي في الجحيم وميتين دول هيشتركوا ازاي في عمال الله ويخشوا الملكوت ازاي ويتحدوا بربنا ازاي ويشيلهم من موتهم ويكسر الجحيم عليهم ليه وياخدهم منه ليه ازاي هي دي المعجزة القوية عشان كده احنا في الليتورجية نعرف منين الحدث الرئيسي يعني الكنيسة عايز تحتفل بايه في عندنا تلت اربع خمس شواهد كده تدور الزكسولوجية بتقول ايه الاسمة بتقول ايه مرض الانجيل بتكلم عن ايه الايقونة شكلها ايه الابصليات والتسبح بتتكلم عن ايه دي الحاجات اللي احنا ندور عليها لو الحاجات دي بتتكلم عن او لو في طرح او في عزة او في نشوف الحاجات دي بتتكلم عن ايه هي الحدث الرئيسي اللي عايز تقوله لنا هل حد شاف ايامة المسيح شكله لما ايام كان عامل ازاي هل الانجيل اتكلمت عن الموضوع ده الحدث الرئيسي اللي بيسمعه ايه ملاجي والتلاميذ والمريمات شافوا القبر ايه فارغ لحظة ايامة النفسها حد شافها المسيح اللي طالع منتصر بالمنظر ده حد شافه بالمنظر ده لا لكن عندنا شواهد بتتكلم عن نزول المسيح لايه تعالى اقول لك زكسورجية الايامة اللي حفظ هيقولها معاي حين ازين امتلأ فمنا فرحان وليسنا تاليلا لان ربنا يسوع المسيح قام من بين الاموات بقوته ابطال الموت واجعل الحياة تضيء لنا وهو ايضا الذي ما ضائلا الامكن التي اسفال الارض بواب الجاحيم راؤوه وخافوه واهلك طلقات الموت فلم تستطع ان تمسكه صحق الابواب النحاس وقصر المتريس الحديد واخرج مختاري بفرح وتهليل واصعدهم معه الى العلو الى موادع راحتي خلصهم لاجل اسمه وازهر قوته لهم فلهذا نحن اغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان النور التيل قائل يسوع المسيح ملك الماجد قام من بين الاموات هذا الذي ينبغي له الماجد مع ابيه الصالح والروح القدوس من الانوى الى الانوى دي زكسولوجية الايامة ايه الحدث الرئيسي اللي بتكلم عنه زكسولوجية نزول المسيح الى الجحيم في ايقونتين وايامة في ايقونتين وايامة الاايقونة بنسميها باليونانية ايقونة الانستاصي في ايقونتين ايقونة مشهورة ودي مش ايقونة من التقليد الايبط يعني او التقليد الشرقي اللي هي المسيح الابرم مغلق والمسيح ام ومسك الصليب او ماسك رايا وجنود مرميين نايمين دي اكتر ايقونة مشهورة مش كده الايقونة دي يعني فن غربي انتقل للشرق لقنا الايقونة الرئيسية للقيامة هي ايقونة ايه نزول المسيح الى الجحيم انه مماسك ادم وحواه وادم وبنيه وهيصعدهم مع علم فردوس يعني حقول لكم حاجة على الايقونة فرق كبير اوي بين الايقونة الابطية وايقونة الغربية او الايقونة الشرقية الايقونة الابطية فيها اشتراك للانسان مع المسيح مش انواقف متفرج احنا متفرج هو انتصر وقام لكن هو انا ايه انا اللي كنت ميد بالخطية انا اللي كنت ميد انا اللي كنت زي ما قلنا في الاداس هذا لذي كنا ممسكين به الموت مبيعين بسبب خطيانة مش كده نزل الى الجحيم القبص هي دي الايامة بيسموها ايقونة الانستاسي انه نزل للجحيم واصعد معه زي ما قلناها في الايه في زكسولوجيا الايقونتين اللي يعرفهم الشرق المسيحي بالنسبة للقيامة اما ايقونتين ياما ايقونة الابر الفارغ والملاج بيكلم النسوة على الابر الفارغ ياما ايقونة نزول المسيح الى الجحيم الاولانية شهادة تاريخية للحدث والتانية شهادة لهوتية للحدث الاولانية ايه شهادة تاريخية اللي هي الابر الفارغ بدلا فيه ابر فارغ يبقى هو الموجود كان ايه ليس هو ها هنا لكنه قام والشهادة التانية شهادة لهوتية عن معنى الايامة مين اللي محتاج للقيامة مين اللي كان ميت بالخطية احنا كلنا هذا اللي كنا ممسكين به ما بيعينا من قبل خطية تصوني انا كلمت عن سبا سبيا وحضرتك بر يعني على حظك سبا سبيا يعني احنا مسبيين في ايد الشيطان ما بيعين تحت خطيانا المسيح جيه بقى هو السيد زي ما اقولك هو اللي كان تملك علينا الشيطان والمود ده خطفنا من ايده بقى اخد السبي ده معاه سبا سبيا اعطى الناس اعطايا واعطى الناس كرمات ووصلهم السمة في اسمة يعني نفسي حولت الله لكم كده في اسمة للقيامة في اسمتين الاسمة الاولانية اللي هي ايه للاب والاسمة تانية للابن الاسمة للاب بتقول ايه انتو عارفينها ايها السيدة رب يسوع المسيح ايها السيدة رب الاله ضبط الكل ابو ربنا يسوع المسيح لازم من قبل صليبي نازل عجحيم ورد ادم وابني الى الفردوس ودفننا ودفننا بموت ابطال عز الموت وفي ثالث يوم قام من الاموات رئيس الملائكة نزل من السماء وضحرج الحجر عن فم القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا خرستوسا نستي ايك ني كرون المسيح قام من الاموات بالموت داس الموت والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية دي الاسم المشهور اوي في اسمة تانية للابن بتقال للابن ممكن يعني لو سمعتوها تلاقي مختلفة شوي بص بيقول ايه خليكم معايا ايها المسيح الهنا رئيس كهنة الخيرات العتيدة ملك الظهور غير المائط الابدي كلمة الله الذي على الكل هنا في الاسمة بيربط بين المسيح وبين الجسد وبيننا وبين الايام مسيح جسد ده وهو الجسد واحنا والايام الذي انا عملانا بهذا السر العظيم الذي هو جسد المقدس ودامه الكريم لغفرون خطيانا هذا هو الجسد قد بالك ابونا ماسيك دلوقتي بيعمل ايه بيقاس وهذا هو الجسد الذي اخذه من سيدتنا كلنا القديسة مريم واجعلها واحدا مع لهوت هذا هو الذي نزل الى الجحيم وابطل عز الموت وسبى سبيا واعطى الناس كرامات رفع قديسيه الى العلا معه اعطاهم قربانا لابيه بذوقه الموت عنه خلص اعطى الاحياء واعطى النياح للذين ماتوا ونحن ايضا الجلوس في الظلمة زمانا انعم لنا بنور قيامته من قبل تجسده تجسده الطاهر بص الاسم الكلام قوي ازاي في حد مش فيهم حاجة من الكلام اللي انا قلته اقولها تاني رفع قديسيه الى العلا معه اعطاهم قربانا لابيه الذي لم يعرف خطية صار خطية ها لكي نصير نحن بر الله فيه رفع قديسيه الى العلا معه اعطاهم قربانا لابيه بزوقه الموت عنه خلص الاحياء واعطى النياح للذين ماتوا ونحن ايضا الجلوس في الظلمة زمانا انعم لنا بنور قيامته من قبل تجسده الطاهر فليضيء علينا نور بعرفتك الحقيقية لنضيء بشكلك المحي فليضيء علينا نور معرفتك الحقيقية لنضيء نحن بشكلك المحي الاسم دي بتوضح لنا عايز يقول ايه الحدث الرئيسي في الايامة هو هو ايه بقى وانه اخرج الاباء القدسين اخرجهم ودهم الفردوس ده الحدث الرئيسي في الايامة ده اهم حدث ده اللي مركز عليه الليتورجية ده اللي مركز على الايقونة ده اللي مركز على الزكسولوجيات ده اللي مركز على الإبصالية ده اللي متركز على الإرايات ده اللي مركز على العزات الاتجاه كله في الاتجاه ده اما انتصار المسيح على موت وهو ده كان شيء طبيعي مش كده لان هو رئيس الحياة تمام لإلهنا كل مجد وكراما فضلوا نصلي اللهم اجعلنا مستحقين اقول لك بالشكر ابانا اللازف السام ويتقدس اسمك كما في السماء كذا اقرأتهم انففنا عطليهم اخفنا ازدهم نجينا من الشريب المسيح صلى ربنا انا رأيك المرحب